اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او دخلين على شغلانة جديدة او انت في شغلك جيلك حاجة بيسمون حاجة مغرية قوي حد عارض عليك مبلغ في شغلانة انت عارف انها ما تستحقش المبلغ ده فتبتدي تستشعر ان وراء الامور امور وتدرك بقلق وتبتدي تحذر لكن اللي حولك مش شايفين ده فيضغطوا عليك ان تقبل هذه الاوضاع وتكتشف بعد فوات الاوان انك كنت محقا استاذ ابراهيم نحن نعيش حالة من الاستقطاب المرعب المخيف حاولنا ان نحذر منه منفترات ونقول لجماهرنا ما تدوش وادنكوا لاي حد يفرق صفوفكوا ويشدوكوا ناحيته بدعوة انه المدافع الاوحد او الاصدق عن النادي الاهلي الظاهر الرحمة والباطن العذاب وخصوصا اذا كان نية هذا المستقبل واضحة ليست اطلاقا انك انت مصلحة النادي الاهلي ودفع عن حقوقك بقدر منك تلمي الناس في ظهرك عشان بعد كده تقولهم اللي انت عايزه فتكتشف انه الناس يمش بصدقك يتهجمك لان طبعا فيه حاجات فاللي عايشه النادي الاهلي هذا النوع من الاستقطاب اللي ابتدوا يتراشقوا مع بعضهم وضاع الهدف الرئيسي هو الحفاظ على النادي الاهلي لان صدر إبراهيم القيم والمبادئ والتاريخ والحضارة والتقاليد هي السياجة التي حمى مصر من الربيع الغاضب والعاصف اللي استخدموا نفس الأدوات في تمزيقه ولم يحمي مصر إلا ثباتها وتاريخها وجيشها الذي تنبه بفتنة وذكاء وخاد البلد إلى بر الأمان صحيح احنا فين من هذا الوعي والإدراك ونحن نرى أن نفس أسل الأدوات واحدة تخش على عائلة تمزاقها من نفس الطريقة تخلي الولاد يكرهوا بعض لابوك بيحب أخوك أكتر منك هو ليه مزود مصروف ده هو ليه جاب له ومش عارف جزمة وانت جاب لك قميس تفضل وراء لما يشعر بأنه مش مرتاح لك هو لابوك وتسيبه بقى هو حيصرف احنا دلوقتي عايزين نحضر جميعا من هذا الاستقطاب المريب الخطر الذي يشكل خطورة قد تتجاوز الجماهير إلى حاجات أبعد عايزين نتنبه